ما الملاحظ في الغارات الإسرائيلية التي شنت اليوم على مناطق ومدن البقاع ريمة تستمر الغارات الإسرائيلية على مختلف البلدات في البقاع نتحدث عن مناطق الحدودية في البقاع الغربي الحدودية مع الأراضي السورية آخر تلك الغارات التي استهدفت بلدة القصر الواقعة على الحدود اللبنانية السورية أيضا الغارة التي استهدفت بلدتي كل من الحدث وبلدة رسم الحدث وحربت الواقع على الطريقة الدولية الرابط بين البقاع ومدينة حمص السورية اليوم بلدة الكرك شيعت 15 شهيدا بسبب غارة إسرائيلية من عائلة واحدة أيضا كان هناك شهيدان في غارة استهدفت بلدة بدنايل ويستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق البقاع نتحدث عن كثافة في الغارات الإسرائيلية من البقاع مناطق التابعة لقضاء الهرمل في الشمال امتدادا إلى البقاع الأوسط ووصولا إلى بلدات يحمر وتحمر وعلى أكتاف البلدات الجنوبية نتحدث عن كثافة في الغارات في الأيام الأربعة الأخيرة تحديدا هناك 170 شهيدا فقط من مناطق البقاع بالإضافة إلى عشرات الجرحة بعض من هؤلاء الجرحة هم بحالات خطرة المقاتلات الإسرائيلية أيضا تستهدف المعابر التي يأوي إليها أو يفر من خلالها النازحون إلى الأراضي السورية كان هناك تجمع كبير من النازحين عند معبر المصنع وهو واحد من معبرين فقط يمكن اعتبارهما كمعبرين شرعيين رسميين يربطان لبنان بالأراضي السورية توجه العديد من النازحين إلى معبر المصنع ويستمر أيضا المقاتلات الإسرائيلية باستهداف الطريق الدولي الرئيسي الرابط بين مختلف مناطق البقاع امتداء من الشمال حتى الجنوب هذه الاستهدافات الإسرائيلية كما أشرنا تكثفت في الأيام الأربعة الأخيرة وسط نزوح كثيف للسكان سواء كان هذا النزوح من البقاع إلى بلدات أخرى يظنون أنها قد تكون بعيدة عن المقاتلات الإسرائيلية أو محاولة إلى الفرار خارج الحدود اللبنانية إلى الأراضي السورية عموما في الساعة الأخيرة رصدنا هدوءا حذرا في البلدات على البقاع من المقاتلات الإسرائيلية لكن نشير إلى أن هناك عدد من الشهداء مرتفع وتشيع كبير لعداد الشهداء تحدثنا عن 15 شهيدا من عائلة واحدة في بلدة كرك في البقاع ويستمر أيضا المناشدات من أجل المساعدات للنازحين والفرق الطبية المختلفة شكرا جزيلا لك هذه النماز من الشتورة في البقاع